أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى أن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي قريبا وأن طريق القتال في غزة لا يزال طويلا رغم ما يزيد على أربعة أشهر من القتال خاضها الجيش الاحتلال حتى الآن يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال عن تقديراته باقتراب عمليات خان يونس جنوبي القطاعي من الانتهاء على صعيد آخر نقلت إزعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان نقلت أن التحقيقات الداخلية في أحداث السابع من أكتوبر ستبدأ في الأيام المقبلة وستشمل كل وحدات الجيش وستستمر نحو ثلاثة أشهر أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسة شباب من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية وذلك عند مداهمة منزليهما في المدينة كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منتصف الليلة الماضية مدينة طوباس واندلعت على إثر ذلك اشتباكات ومواجهات وصفت بالعنيفة في أحياء المدينة وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ثلاثة ألاف ومائة وخمسين فلسطينيين من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر بينهم ألف وثلاثمائة وخمسون ينتمون لحركة حماس ذكرت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن جنودا تعرضوا لكمين محكم في خان يونس بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة أر بي جي وضفت القناة أن عملية إنقاذ الجنود الإسرائيليين من الكمين كانت صعبة ترجمة نانسي قنقر